قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة نصبح على دينا ونتعرف منها على آخر أخبار التقص في القاهرة والمحافظات صباح الخير عليك أديم صباح الخير يا شهاز دي صباح الخير جمانة صباح السعادة والتفق على كل مصريين في كل مكان ومبروك لكل النكحين واللي ما نكحوش كمان هم بازل ومجود كبير جدا مش كلهم يعني أكيد لا يعني سنوية عامة مهم ما حصل الناس بتذاكر بتذاكر يعني ده توفيه من عند ربنا وده بيبقى بالضبط بس هو طبعا زي ما بنقول إن مش نهاية العالم سنوية عامة مش نهاية العالم ولما هتخش الكلية هتعرف إن سنوية عامة دي أسهل كتير أو بدراستها عن الدراسة العملية في الكليات لأن هي مختلفة تماما آه هي عنق زجاجة زي ما بنقول بتحدد مصير حاجات كتير في حياتك بس ما تخلاش هي دي اللي هتقف عقبة أمام تحقيق أحلامك في مستقبلك لازم تكون عندك خطة رسمها وعارف إن تعاوز إيه بالضبط أنت ممكن الأجيال دي مختلفة عن أجيالنا وإحنا في سنوية عامة كان عندنا هدفين كليات القمة يعني يا هندسة يا طب بإم إعلام أو سياسة وقتصاد بالنسبة العلمي أو أدبي لكن دلوقتي أنت عندكم مجالات كتيرة جدا ولو عملت سيرش وبحست هتلاقي إن مش كل الكليات المميزة اللي أنت ممكن تلاقيها هتلاقي بجمع تقارير عفايا عن شمس دي حاجة مهمة جدا خاصة إن احنا خلاص في العصر ده ودخلين عليه لما تكون متميز في سوق العمل في حاجة غيرك مش عارفها أو غيرك مش شغال فيها هتبقى أنت متميز وهيبقى ليك مستقبل كبير فيها حاول تخرج بره عباقة كليات القمة ودور على اللي أنت عارفه و اللي أنت بتحبه وحققه لتحقق هدفك مش هدف اللي حواليك بناخد النصيحة طبعا من أهلينا لكن مهمة جدا نشوفوا إحنا طموحنا إيه وإحنا جوانا أهدفنا إيه نقدر نحققها زي ما بقول تاني ثويا عما مش نهاية العالم قدامك المستقبل كله قدامك العمر وكله تحقق فيه كل حاجة أنت نفسك فيه